أزاحت هيئة طرق المواصلات في إمارة دبي الستارة عن النموذج الأولي لتصميم مشروع قطار هايبرلوب خلال مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار هذا الأسبوع المزيد حول هذا المشروع في تقرير الزميل عطاء الدباء وسيلة مواصلات جديدة تفوق في سرعتها العديد من وسائل النقل بما فيها الطائرات تم الكشف عنها مؤخرا في مدينة دبي ضمن فعاليات الدولة بشهر الإمارات للابتكار الوسيلة الجديدة التي كشفت عنها هيئة الطرق والمواصلات تأتي بالشراكة بينها وبين شركة هايبرلوب وان تعتمد هذه المنظومة على كابسولات تتحرك بسرعة فائقة عبر أنابيب خاصة ستمكن من نقل آلاف الركاب يوميا بين مدينتي دبي وأبوظبي ودبي والفجيرة في زمن لا يتعدى الخمسة عشر دقيقة نعم طبعا للسرعات العالية التي يكون عليها النظام التي تصل إلى 1200 كم في الساعة وبالتالي فإن المسافة بين أبوظبي ودبي ممكن يقطعها النظام في حدود 12 دقيقة وبين دبي والفجيرة على سبيل المثال في حدود 17 دقيقة من المتوقع أن يتم بناء نظام هايبرلوب في دولة الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة وفق الرئيس التنفيذي لشركة هايبرلوب وان وتستطيع كل كبسولة حمل نحو 20 راكبا ويمكن إطلاق كبسولة للركاب كل 30 ثانية في الخط الواحد دون خوف من استضام الكبسولات بعضها ببعض أو خروجها عن المسار هو نظام تغني طبعا يتكون من ثلاث أنظمة مختلفة تم وضعها مع بعض اللي هي نظام القطارات السريعة الماكليفت نسميها اللي تعتمد على الطاقة الكهرومغناطسية ترتفع عن المسار وتنطلق بفعل الطاقة الكهرومغناطسية عن المسار بسرعة عالية بالإضافة إلى نظام الفضاء اللي هو نظام الصواريخ في الفضاء بالإضافة إلى نظام الطيران فالثلاث أنظمة هذه كلهم أنظمة تم موجودة ومعتمدة وتستخدم في مجالات متعددة ولكن وضعها مع بعض في النظام واحد يحتاج أن يعمل عليها تجارب كثيرة للتأكد من الأمور التشغيلية وأمور السلامة قد يكون السفر بين الأسقاع بكابسولات هوائية ذات سرعة فائقة تصل إلى 1200 كم في ساعة واحدة حلما أو شكلا من أشكال الخيال العلمية ولكن قطار هيبالوب سيصبح واقعا عما قريب في مدينة دبي مشروع ثوري في وسائل النقل فائقة السرعة يعرض لأول مرة في العالم هنا في دبي ضمن شهر الإمارات للابتكارة بهذا القطار يستطيع الفرد السفر من دبي إلى أبوظبي في 12 دقيقة وإلى الرياض بـ 48 دقيقة هي دبي عندما تتحدث بلغة الأرقام أعطاء الدباغ لأخبار الآن دبي